ما هي أكاديمية المواطنة؟ أكاديمية المواطنة هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات والقراءات والنقاشات بحضور ضيوف من مجالات مختلفة عرب ونرويجيين ستمتد على فترة أربع شهور من سبتمبر إلى ديسمبر 2020 اللي هو مصادف للذكرى العاشرة لانطلاق شرارة الربيع العربي من تستهدف الأكاديمية؟ تستهدف الأكاديمية القادمين الجدد إلى النرويج من إحدى الدول العربية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلي أجوا على النرويج آخر عشر سنين ما الهدف من الأكاديمية؟ الهدف الرئيسي من الأكاديمية هو إغناء الفضاء العام النرويجي عبر تمكين أصوات جديدة ومختلفة للمشاركة بثقة وندية بهذا الفضاء وأيضا طبعا من خلال الأكاديمية نحن نعمل على خلق مساحات تشاركية للتبادل مو بس الآراء والمعرفة من قبل محاضرين مختصين بمجالات مختلفة ولكن أيضا لتبادل تجاربنا كقادمين جدد على هذا البلد وعلى المدى الطويل طبعا نحن نطمح أن هذه الأكاديمية تصير تقليد سنوي ونطمح إلى تأسيس شبكة من المواطنين الفاعلين من أصول مهاجرة عربية عايشين بكل أنحق نرويج من الجنوب إلى الشمال عندهم الاهتمام والقدرة على المشاركة بالفضاء العام النرويجي من أين أجت فكرة الأكاديمية؟ الفكرة الأكاديمية أجت من شغلنا بمنظمة سبيت خلال السنوات الخمسة الأخيرة بالنرويج نحن كنا نعم نشتغل على مقاربة سوريا وفلسطين ومجتمعات أخرى بالشرق الأوسط من خلال حياة الناس اليومية من خلال أحلامهم وطموحاتهم وإنتاجهم الثقافي لأنه عادة ما بتم مقاربتنا بمنظور شوي فوقي عادة ما بتم الحديث عننا وليس الحديث معنا ولذلك من خلال شغلنا بهذا الحقل المجتمعي الثقافي اكتشفنا أنه لسه لا يزال هناك فجوات كثير كبيرة بالفضاء العام النرويجي لا يزال هناك حاجة كثير كبيرة لأصوات مختلفة نحن بحاجة بالنرويج نسمع عن اليمن من يمنيين وعن ليبيا من ليبيين هذا بجانب وبجانب تاني كمان نحن عنا نظرة مختلفة لكيف بتم التعامل معنا كقادمين جدود على هذا البلد كمان عادة ما بتم طلب مننا أنه نحن نتعلم كل شي من الصفر وما بتم استخدام الموارد اللي معنا ياها بشكل حقيقي وفعال فنحن نطمح أنه لا نحن بدنا نبني على تاريخنا وثقافتنا ومجتمعاتنا بدنا نبني على هذا رأس المال اللي معنا ياه وبنفس الوقت كمان نحن بدنا نتعرف ونفتح مجالات جديدة لنبني علاقات جديدة بالبلد الجديد اللي جينا عليه اللي هو النرويج من وين يجد كلمة مواطنة؟ هلأ كلمة مواطنة بشكل خاص هي أجت من تساؤلات كتير نحن عنا ياها أنه أكيد المواطنة هي مو بس أنه الواحد يكون معه جنسية أو جواز سفر لبلد معين ولكن هي كيف نحن نشارك بصناعة المعرفة عن بلادنا وعن البلد الجديد كيف نحن نشارك بالتأثير على الرأي العام على الفضاء العام وبالإضافة أنه نحن كمواطنين جايين من خلفيات عربية يعني عنا علاقة إشكالية كانت مع مؤسسات الدولة عنا المؤسسات اللي هي المفروض كانت تخدم المواطنين عنا هي كانت المسؤولة بشكل أساسي عن سرقة المواطن وقمعه وكثير أحيانا للأسف تعذيب وقتل المواطنين جينا على بلد جديد لعلاقة مختلفة كليا فنحن عندنا كثير أسئلة بدنا نحاول نكتشفها ونعيد ربما صياغتها مع بعض من خلال هاي الأكاديمية إنه كيف نحن نكون مواطنين بهذا البلد وبنفس الوقت بنحتفظ بهاي العلاقة اللي بتربطنا ببلادنا الأصل ممكن تعطينا أمثلة عن المواضيع والضيوف اللي تم ناقشتها المواضيع هتكون كتير مختلفة مثل مثلا حرية الرأي حرية التجمع الانتاج الثقافي المشاركة بالتأثير على الرأي العام الاقتصاد سياسات النرويج بالشرق الأوسط مقاربات نقدية لنقاش عن الاندماج والعنصرية والحياة اليومية للمواطنين من أصول مهاجرة بالنرويج بالإضافة لتركيزنا الدائم على متل ما يدعى التاريخ من الأسفل يعني نحاول نرجع نفهم مجتمعاتنا من خلال حياة المواطنين اليومية بالإضافة لمهارات تانية كمان رح يكون العلاقة بكتابة مقالة أو تنظيم نشاطات ثقافية على سبيل المثال للحصر بالنسبة للضيوف رح يكونوا من مجالات مختلفة عرب ونرويجيين أكاديميين صحفيين فنانين ناشطين بعضهم ممكن يشارك أونلاين عن بعد وبعضهم رح ندعي على أوسلو كمان سياسيين نرويجيين رح ندعيهم لحتى يجاوبوا على أسئلة المشاركين ويتناقشوا معهم مين بيقدر يقدم على الأكاديمية وكيف ممكن يقدم أي حدا عمره فوق 18 سنة من أصول عربية يجعل النرويج آخر 10 سنين وعنده اهتمام بأنه يشارك أكثر بالفضاء العام النرويجي بيقدر يقدم على الأكاديمية من خلال تعبئة استمارة بسيطة موجودة كل المعلومات على الموقع وآخر موعد للتقديم هو 10 أب أغسطس ترجمة نانسي قنقر